تتوسع رقعة الخلاف أكثر فأكثر بين قطبي الانقسام الفلسطيني حركتي فتح وحماس حيث قامت الأولى بسحب موظفية السلطة العاملين في معبر رفح في ظل تصاعد حدة التوتر بينهما خاصة بعد حادث اقتحام عناصر لمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بغزة قالت حماس إنهم يتبعون لحركة فتح وموظفون لدى السلطة التي قطعت رواتبهم وفي سياق التصعيد الكلامي قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية عدنان الضمير إن حماس هي المسؤولة عما يجري في غزة وتقود القطاع نحو الدمر بالمقابل وصف المتحدث باسم حماس فوز برهوم قرار السلطة بأنه استكمال لخطوات عباس لفصل غزة وتنفيذ بنود صفقة القرن كما يندرج ضمن الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع ومن المقرر أن تجتمع قيادة السلطة وحركة فتح لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد غزة وهو اجتماع ستؤسس نتائجه على ملف زيارة عباس لمصر وهي نقطة مهمة تقول مصادر مصرية بارزة إنه تأكد بشكل قاطع إغلاق ملف المصالحة الداخلية تماما بعد وصوله إلى طريق مزدود خصوصا بعدما قال عباس إن المصالحة قد ماتت إذن المشهد الفلسطيني أمام لحظة تعتبر الأسوأ في تاريخ الانقسام الذي يبشر بالفراق التام والأقسى منه تصاعد مخاوف الصدام العسكري بين فتح وحماس أملا من فتح كما يقول بعض المراقبين بانفراط عقد الحالة الأمنية وصولا لحالة الانهيار السياسي في غزة في المقابل لن يبقى أمام حماس سوى تجديد قبضتها أو الذهاب للتصعيد مع الاحتلال لإفراغ القطاع من حالة الاحتقان القائمة وكل السيناريوهات لها نتائج عكسية على المدنيين في غزة الذين ملوا تبعات الانقسام وينتظر منهم أن يقولوا كلمتهم ترجمة نانسي قنقر